توالت ردود فعل دولية متبينة حول طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذاكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وفي طلبه أشار مدعي عام الجنائية الدولية إلى مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عضوانها على قطاع غزة في وقت تجد فيه إسرائيل دعما أمريكيا كاملا على مختلف الأصعدة رغم كل الجرائم التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين إلى أن القليل من المؤسسات الدولية ربما لا تصل إليها السطوة الأمريكية فقررت ولو متأخرا محاسبة إسرائيل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمين نتنياهو ووزير الدفاع يو أف جالنت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عضوان إسرائيل المستعر على قطاع غزة وأوضح خان أن الأدلة التي جمعها مكتبه تظهر حرمان إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بشكل ممنهج من أساسيات بقائهم الإنساني وأن نتنياهو وجالنت يتحملين المسئولية عن تعمد إسرائيل التسبب في معاناة بالغة وعمليات قتل للفلسطينيين بوصفها جريمة حرب ورغم طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال أخرى بحق ثلاثة من قادة حركة حماس لكن الجديد هو سعي المدعي العام للمحكمة للتدخل للمرة الأولى في الصراعي بالشرق الأوسط طلب المدعي العام للجنائية الدولية قوبل بتأييد من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول من بينها بلجيكا وفرنسا وجنوب أفريقيا لكن الرفض الإسرائيلي كان قويا إذ أعرب نيتنياهو عن رفضه مقارنة المدعي العام بين إسرائيل وحماس ووصفا الخطوة بأنها تحريف كامل للواقع يأتي ذلك فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن طلب المدعي العام بحق قادة إسرائيليين أمر شائن بينما أشار رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إلى أن المحكمة ليس لها ولاية على إسرائيل أو الولايات المتحدة والتان ليست من بين أعضاء الجنائية الدولية كما أعلنت بريطانيا أن الإجراء ليس مفيد وقد يتسبب بتقويد جهود إحلال السلام في المنطقة على الجانب الآخر ورغم تأييدها الشقة الخاص بإسرائيل من الطلب أكدت حركة حماس أن طلب المدعي العام للجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادتها يعد مساواة بين الضحية والجلاد مطالبة بإلغاء هذا الطلب الأمر الآن بيد لجنة من قضاة الإجراءات التمهدية بالجنائية الدولية لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإصدار أوامر الاعتقال لكن المعضلة الكبرى هي عدم امتلاك المحكمة كما العدل الدولي أيضا وسيلة لتنفيذ